أحاديثنا الشريفة أصلا تقول من أن راية الحق إذا ما ظهرت لعنها أهل الشرق والغرب أنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل المضامين التي في أحاديثنا ورواياتنا الوقت لا يكفي لذلك أعتقد أن الأمر صار واضحا بالنسبة لهذا الحديث أولا هذا الحديث ناصبي الأصل ليس له من وجود في مصادرنا القديمة الأصلية مصادره الأصلية ناصبية بامتياز والذين نقلوه في كتبهم من الشيعة نقلوه عن المصادر الناصبية ليس هناك من كتاب شيعي نقل هذا الحديث عن غير المصادر الناصبية فهو حديث ناصبي في أصله بعد ذلك جئنا إلى ألفاظه لحن هذا الحديث لا ينسجم مع لحن قرآنهم وكلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مادة الإشراب مادة لم تستعمل في القرآن إلا في موطن عداء العترة الطاهرة لم يستعملها أمير المؤمنين في كلامه إلا في عجل هذه الأمة وسامريها هناك تناغم واضح ما بين القرآن وما بين حديث الأمير في كتاب سليم بن قيس تناغم واضح فالإشراب جاء في سورة البقرة في حديث العجل والسامري والإشراب جاء في كتاب سليم بن قيس في حديث أمير المؤمنين أيضا في حديث العجل والسامري في عجل هذه الأمة وسامريها ما هذا العنوان ليس مني العجل والسامري من العناوين التي وردت في أحاديث العترة الطاهرة بخصوص رموز السقيفة بني ساعدة فمضمون الحديث فيه شيء من الصواب إذا نادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد ثم بعد ذلك بدأ التضليل وبدأ الإرجاء فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه ولا يكون لهم ذكر غيره التضليل هنا التضليل والإرجاء هنا لأن الحديث من خلاله يريد إبليس يريد الشيطان أن يمنع الشيعة من التمهيد لمشروع إمام زمانهم ما هكذا يتحرك المشروع الإبليسي عبر المذاق البتري وعبر المذاق المرجئي أقرأ عليكم من غيبة النعماني الطبعة طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة الباب الخامس عشر صفحة ميتين وثلاثة وتسعين هناك عدة أحاديث أبدأ من الحديث الأول الحديث طويل ولا أجد وقتا لقراءته بالإجمال سأذكر لكم الحديث وأذهب إلى موطن الحاجة الحديث الأول بسنده عن بشير ابن أبي أراكة النبال جاء إلى المدينة إلى المدينة المنورة وزار إمامنا الباقرة في منزله جاء من العراق فبشير النبال كوفي عراقي دار حديث فيما بينه وبين الإمام الباقر أخبره من أنه قد جاء من العراق مع مجموعة من المرجئة والعراق هو موطن المرجئة ولا زال العراق موطن المرجئة وستبقى مرجئة الشيعة ما دامت حوزة الطوس موجودة وسيخرجون مرجئة الكوفة لقتال الإمام الحجة بعد أن يبايع السفياني ما دامت حوزة الطوس موجودة هذه حوزة المرجئة وحوزة البترية وحوزة المقصرة فالنبال جاء من العراق وجاء من الكوفة من كان معه في طريق سفره من العراق إلى الحجاز جمع من المرجئ هو يقول هو يحدث الإمام الباقر بذلك قلت إنهم يقولون المرجئة يقولون إنه إذا كان ذلك إذا كان ذلك إذا ما ظهر المهدي صلوات الله عليه إنهم يقولون إنه إذا كان ذلك استقامت له الأمور كيف استقامت له الأمور مثل ما جاء في حديث النواصب هذا من أن الناس سيشربون حبه عملية إشراب قلت إنهم يقولون إنه إذا كان ذلك استقامت له الأمور فلا يهرق محجمة دم فقال كلا كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح وأنتم العرق والعلق وأومأ بيده إلى جبهته حتى نمسح العلق المراد من العلق الدم المتجمد كناية عن التعب والعناء كناية عن الحرب المتواصلة كناية عن العمل الشديد فقال كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح وأنتم العرق والعلق وأومأ بيده إلى جبهته الحديث الثاني بالمضمون نفسه إنها عقيدة المرجئة ماذا يقولون هكذا يقولون إنهم يقولون إن المهدية لو قام لستقامت له الأمور عفوا ولا يهريق محجمة دم فقال كلا والذي نفسي بيده لو استقامت لأحد عفوا لستقامت لرسول الله حتى أدميت رباعيته وشج في وجهه كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق ثم مسح جبهته الحديث عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه الحديث الثالث عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقد ذكر القائم فقلت إني لأرجو أن يكون أمره في سهولة المفضل هكذا يقول فقلت إني لأرجو أن يكون أمره في سهولة مثل ما يقول هذا الحديث الناصبي فقال لا يكون ذلك حتى تمسح العلق والعرق هذه عقائد المرجئة بالضبط مثل ما جاء في هذه الأحاديث الشريفة المرجئة هم الذين يقولون إذا كان ذلك استقامت له الأمور إن المهدية لو قام لا استقامت له الأمور عفوا بالضبط مثل ما في هذا الحديث الناصبي إذا نادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه ولا يكون لهم ذكر غيره هذه الأحاديث التي تكلم عنها إمامنا الرضا ليست في كتبنا هذه في كتب النواصل وشيعة الآن يعتمدون عليها لماذا لأنهم يحملون عقولا بترية مرجئية هذا منطق المرجئة من هنا جاء العنوان واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء هذا منطق الإرجاء منطق المرجئ نذهب إلى فاصل عن داوت ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادقي صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم المثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيئة فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه أعتقد أن الصورة صارت واضحة لديكم الحديث مصادره الأصلية ناصبية بامتياز وإذا ما وجد في كتبنا الشيعية فإن الجميع قد نقلوه عن كتب النواصب مضمون الحديث يتعارض مع لحن القرآن ومنطقه ويتعارض مع لحن حديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خصوصا في مادة الإشراء نتائج نتائج مضمون الحديث تؤدي إلى الإرجاء وهو قول المرجع وقد قرأت ما قرأت عليكم من الأحاديث التي وردت في غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة عن إمامنا الباقر وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليهما من أن الأمر لا يكون حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق أعتقد أن صورة باتت واضحة ما هو الفارق بين أن نوفق لحب إمام زماننا وبين عملية الإشراب عملية الإشراب هي عملية ميل أعمى من دون معرفته عملية ميل أعمى هذه هي عملية الإشراب عملية ميل أعمى بالاتجاه السيء ضلال في ضلال سيطر على قلوب اليهود فأشرب أشرب حب العجل حينما عارضوا وصيهم وأصل المعارضة هو في تشكيكهم في ولائهم لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما مثل ما بيّن لنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف الحديث من أول وهلة تجدونه مديحا لمحمد وآل محمد ومديحا لإمام زماننا إذا نادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه ولا يكون لهم ذكر غيره الذي يقرأ الحديث من دون خبرة ومن دون دراية يجد أن الحديث كله من أوله إلى آخره في مقام المدح لمحمد وآل محمد وفي مقام المدح لإمام زماننا وهذا هو الذي تحدث به إمامنا الرضا مع إبراهيم ابن أبي محمود من أن مخالفين وضعوا أحاديث في فضائلنا أين في كتبهم لا في كتبنا في كتبهم هذا مثال لكن أتمنى أن تعود إلى غباء كمال الحيدري وكيف شرح الرواية لا أريد أن أشيطنه فأقول من أنه شيطان يحرف الأحاديث هو جاهل غبي لا يفقه بحديث العترة لا بد أن تفرق بين الذكاء الإيماني وبين الذكاء الشيطاني هؤلاء مراجع النجف وكربلاء كمال الحيدري ذكي لكنه بالذكاء الشيطاني الذكاء الشيطاني ما هو بعقل إنه يشبه العقل سأعود إلى هذا الموضوع ولذا فإنهم بالذكاء الشيطاني يفهمون الروايات والأحاديث بالمقلوب هذا هو السبب لماذا يفهمون الروايات والأحاديث بالمقلوب لأنهم يستعملون الذكاء الشيطاني هم لا يملكون عقلا إيمانيا يملكون النكراء أن نكراء عقل شيطاني ما هو بعقل إيماني إنه شبيه بالعقل الإيماني هذا ما بيّنه لنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أقرأ عليكم أقرأ عليكم ما جاء في الكهف الشريف هذا هو الجزء الأول من الكهف الشريف والطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 28 الحديث الثالث بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أحد أصحاب الإمام يسأل الإمام الصادق ما العقل الإمام أجابه ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان هذا هو العقل هذا العقل الإيماني الذي يدرك نورية كلامهم حينما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور هناك نورية في كلامهم مراجع النجف وكربلاء لا يدركون هذه النورية فيذهبون إلى علم الرجال النقصبي لتمييز الأحاديث ويذهبون إلى قواعد علم أصول الفقه وقواعد علم الكلام لفهم الأحاديث وكل ذلك قد جلبوه من الأشاعرة والمعتزلة والشوافع والأحناف صاحب الإمام الصادق يسأل الإمام من عقل الإمام يجيب ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان فسأله سؤالا ثانيا فالذي كان في معاوية معاوية كان ذكيا كان ذكيا جدا وجدا وجدا معاوية كان ذكيا فالذي كان في معاوية الإمام ماذا أجابه قال تلك النكراء تلك الشيطن وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل هذا هو الموجود عند مراجع النجف وكربل ولذلك يفهمون الآيات بالمقلوب يفهمون الأحاديث بالمقلوب بالضبط كما عرضت لكم في حلقة يوم أمس كيف يفهموا كمال الحيدري الرواية بالمقلوب وهذا هو ديدنهم على طول الخاط في كل شيء يتحدثون عن بالمقلوب حينما كنت أحدثكم عن باقر الإيرواني وأعرض كلامه تقبلون كلامه لكن بعد أن أبين قبائح كلامه تستغربون لماذا لأنكم أيضا ما عندكم عقل إيماني الذي عندكم النكراء إنه العقل الشيطاني السبب أن مراجع النجف وكربل أوجدوا هذا فيكم من هنا أقول لكم ابتعدوا عنهم هؤلاء بؤرة شيطانية إبليسية هذه هي الحقيقة من الآخر لماذا أردد دائما من أن رسالتي أن أفكك العقل الشيعي أن أفكك النكراء هذه وأن أعيد بناء العقل الشيعي بالمفردات الإيمانية حتى يكون العقل الشيعي بهذا التعريف ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان وكيف يعبد الرحمن بمعرفة الإمام المعصوم زرارة يحدث هنا عن أبي جعفر الباقر والرواية هنا في الكاف الشريف ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى ما عبد به الرحمن ورضى الرحمن تبارك وتعالى ما هو الطاعة للإمام بعد معرفته هذا هو العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان كيف نعبد الرحمن إمامنا الباقر يبين لنا ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته طاعة الرحمن هي طاعة الإمام وطاعة الإمام لن تتحقق إلا بعد معرفته وهذه المعرفة لم تصل إليها بالعقل الشيطاني بالنكراء بالنكراء ستفكرون كما يفكر الحيدري ستفكرون كما يفكر السيستاني ستفكرون كما يفكر الخوئي ستفكرون كما يفكر محمد باقر الصادر ستفكرون كما يفكر الوائلي بالطريقة الناصبية البترية المرجعية القذرة مثلما تقرؤون الحديث الذي كنت أحدثكم عنه وتفهمونه إنها النكراء هذا هو عقل معاوية العقل الشيطاني من هنا قال إمامنا الصادق في وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه لأن عقولهم النكراء لا يحملون عقلا إيمانيا هذا هو واقع مراجع النجفي وكربلا وواقع خطباء المنبر الحسيني وواقع الشعراء والرواديد وأنتم تأخذون مفردات دينكم من هؤلاء هذه هي الحقيقة من الآخر يسأل الإمام الصادق ما العاقل قال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان هذه كتبنا الأصلية هذه أحاديثنا الأصلية ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان قال قلت فالذي كان في معاوية كان ذكيا جدا نابغة كان في السياسة وإدارة الأمور فقال تلك النكراء تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل ما هي بعقل وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل هل تساحدونني هل تعينونني على أن نفكك النكراء هذه في الواقع الشيعي وأن نعيد بناء العقل الشيعي بمفردات قرآنهم المفسر بتفسيرهم بمفردات حديثهم في كتبهم القديمة الأصلية فقط المفهمة بقواعد تفهيمهم فقط هل تعينونني أو لا أنا لا أريد منكم شيئا وحق الزهراء البتول هذا هو الذي أريده أنا لا أريد منكم شيئا لا أبتغي شيئا نذهب إلى فاصل عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الواد اليابس وهو رجل ربع وحش الوج ضخم الهام بوجه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبس وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على من بري عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه سأمر مرورا سريعا على بعض من آيات الكتاب الكريم التي تؤكد على موضوع التمهيد والتعجيل والعمل المتواصل لإحياء أمر إمام زماننا إنه التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم في سورة الأنعام في الآية الثامنة والخمسين بعد المئة بعد البسملة أذهب إلى موطن الحاجة منها يوم يأتي بعض آيات ربك إنه بقية الله يوم يأتي بعض آيات ربك بحسب تأويلهم لقرآنهم صلوات الله عليه يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل من قبل الظهور أو كسبت في إيمانها خيرا أو أنها عملت ما عملت قبل الظهور ماذا تعمل قبل الظهور إنه المضمون الذي أشار إليه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركته لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي كيف أخدمه في زمان غيبته المضامين ترتبط فيما بينها ارتباطا واضحا وصريحا وأكيدا أنا لا أريد أن أتوسع كثيرا لضيق الوقت يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل حينما نتحدث عن الإيمان فإن الإيمان من دون عمل لا معنى له لا معنى له مطلقا ولذا إذا ما ذهبنا إلى سورة العصر ومر علينا في الحلقات المتقدمة الحديث عنها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحا هناك عمل مع الإيمان وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إنه عمل مجموع عمل في الأمة هناك تواصي تفاعل وتواصوا بالحق بالإمامة تواصوا بإمام زمانهم هكذا جاء في تفسيرهم لقرآنهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بالصبر على ما يواجهونه في سعيهم وعملهم وإلا فإن الذي لا يعمل ولا يتكل ولا يعارض ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لا يحتاج إلى صبر سيعيش في راحة خصوصا إذا كان قريبا من منابع الأموال والسلطة سيعيش في راحة وهدوء الذي يحتاج إلى صبر هو هذا الذي يكون مهددا يكون مضيقا عليه يكون محاربا هذا هو الذي يحتاج إلى الصبر أعود إلى الآية الثامنة والخمسين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام يوم يأتي بعض آيات ربك إنه بقية الله لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل هذا القانون ليس مع النصارى وليس مع اليهود هذا القانون مع الشيعة هذا قانون الغيبة والظهور مع الشيعة لماذا؟ لأن الحجج قد قامت عليهم النصارى حتى إذا إذا افتردت أن حجة قد قامت عليهم لا قيمة لتلك الحجة بالقياس إلى الحجج التي قامت علينا نحن الشيعة أنه يصب أيضا ما قامت عليهم حجج بقدر ما قامت علينا ونحن في العراق نحن على أي شيعة في أي بلد آخر وهذا هو سبب البلاء عندنا في العراق الحجج قامت علينا ونحن ذهبنا باتجاه مخالف لتلك الحجج هذا هو سبب البلاء على العراق سبب البلاء هو هذا كثرة الحجج التي قامت علينا وموقفنا السيء عبر التأريخ وإلى يومنا هذا فهذا القانون هذا القانون في الوسط الشيعي إذا أردنا أن نحركه بالاتجاهات الأخرى فسيكون في مستويات ضعيفة جدا المستوى الأقوى لهذا القانون في الوسط الشيعي وفي الوسط الشيعي العراقي بشكل أقوى يوم يأتي بعض آيات ربك لأن العاصمة في العراق لأن العاصمة في العراق ولأن مركز المشروع المهدوي في العراق يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كسبت في إيمانها خيرا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وهذا الصبر هو الذي جاء في آخر آية من سورة آل عمران يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أصبروا على دينكم وصابروا عدوكم خصوصا للذين من أبناء جلدتكم صابروهم ورابطوا إمامكم إنها مرابطة الأحرار رجاء رجاء اعرضوا لنا البرنامج الذهبي البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة العامنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبي طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك هذا هو برنامج التمهيد هذا هو برنامج التعجيل يا أشياء القائم وحق الزهراء وهذه ليلة ميلاد الزهراء أعيدوا النظر في حياتكم أعيدوا النظر في دينكم أعيدوا النظر في عواقب أموركم أعيدوا النظر في هذه الدنيا الزائلة يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفعه نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أو كسبت في إيمانها خيرا هو هذا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كسبت في إيمانها خيرا وتواصوا بالحق إنه إمام زماننا أن نتواصى فيما بيننا بنصرته وبالتمهيد لمشروعه وأن ننقل الأمانة إلى الجيل القادم إن لم ندرك عصر ظهوره الشريف هذا هو التواصي التواصي تفاعل وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إنه الصبر المهدوي المطلوب مننا يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا على دينكم وصابروا صابروا عدوكم ورابطوا رابطوا إمامكم مرابطة الأحرار واتقوا الله لعلكم تفلحون هذا هو مضمون قانون الغيبة والظهور يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون أنتم لا تريدون العمل انتظروا إنا منتظرون نحن منتظرون ولكننا نعمل إذا ذهبت بكم إلى سورة الروم وإلى الآية الثالثة والأربعين بعد البسملة وما بعدها فأقم وجهك للدين القيم فأقم وجهك للدين القيم هذا الدين القيم لماذا وصف بهذه الصفة إنه دين قيم لماذا لأنه دين القيم لأن القيمة المولودة في هذه الليلة هي التي جعلت هذا الدين دينا قيما إذا ما ذهبنا إلى سورة البين وإلى الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البين وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة بخر العلوم يقول إنها فاطمة فاطمة القيمة فاطمة حتى لو لم ترد هذه الروايات فمن هي القيمة من هي التي توصف بهذه الصفة المؤنثة هل هذا وصف لأمير المؤمنين مثلا هل هذا وصف لرسول الله مثلا هذا وصف مؤنث من هذه التي ينسب الله دينه إليها هل هناك غير فاطمة ماذا تقولون أنتم إنها فاطمة التي يرضى سبحانه وتعالى لرضاها ويغضب لغضبها هذه هي القيمة وهذا دينها وذلك دين القيمة سلام 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 على فاطمة الفاطمة سلام على القيمة القائمة سلام سلام على أم الأئمة سلام على أم القائم المهدي سلام على أمنا أم المؤمنين سلام على فاطمة وذلك دين القيمة إنها فاطمة التي جعلت الدين دينا قيما فأقم وجهك للدين القيمي من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله إنه يوم القائم صلوات الله عليه من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون إنها أيام الله أيام الله أيامه ثلاثة يوم القائم يوم الرجعة يوم القيامة الكبرى فأقم وجهك للدين القيمي من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون هذا اليوم هو يوم القائمي وهو يوم الرجعة وهو يوم القيامة الكبرى إنها أيام الله من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا هذا العمل الصالح الذي تحدثت عنه سورة العصر وتحدثت عنه الآية المئتان بعد البسملة من سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا والذي تحدثت عنه الآية الثامنة والخمسون بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام التي عرضت لنا قانون الغيبة والظهور يوم لا ينفع نفسا إيمانها هذا هو قانون الغيبة والظهور المستنبط والمستخرج والمستنتج من الآية التي أشرت إليها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الظهور أو كسبت في إيمانها خيرا بما مهدت للمشروع المهدوي العظيم من كفر فعليه كفره أشد الكفر في القرآن الكريم هو الكفر ببيعة الغدير إنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا كفر بأصل الأصول وهو أشد من الكفر بالله ومن الكفر بالرسول لماذا؟ لأن الآية هكذا قالت وإن لم تفعل فما بلغت رسالته جعلت الإيمان بأصل الأصول ببيعة الغدير أعلى من الإيمان بالتوحيد والنبوة الآية هكذا قالت وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا هو أشد أنواع الكفر قطعا الآية حينما تتحدث عن أمر عظيم هنا فإنها تتحدث عن أشد أنواع الكفر فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره إنه الكفر ببيعة الغدير أشد أنواع الكفر في القرآن ومن عمل صالحا من عمل صالحا من كان وفيا ببيعة الغدير فلأنفسهم يمهدون هذا هو التمهيد فلأنفسهم يمهدون ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ماذا نقرأ في أحاديثنا الشريفة إنني أقرأ عليكم من الجزء السادس من البرهان لهاشم البحراني جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 163 الحديث الأول نقله عن كتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي رضوان الله تعالى عليه من كتبنا القديمة الحسين بن سعيد من أصحاب أئمتنا المعصومين بسنده عن داود بن فرقت قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن العمل الصالح ليذهب إلى الجنة فيمهد لصاحبه كما يبعث الرجل غلاما فيفرش له فيفرش له فراشا يريد أن ينام فيأمر غلامه أن يسبقه إلى مكان نومه كي يفرش له فراشا ثم قرأ ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون أيهما أفضل أن نمهد لكي ندخل الجنة وربما لا نجاور إمام زماننا أم نمهد لإمام زماننا كي ندخل الجنة ونجاور إمام زماننا أيهما أفضل إن العمل الصالح ليذهب إلى الجنة فيمهد لصاحبه كما يبعث الرجل غلاما فيفرش له ثم قرأ ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون هذا مصداق من المصادق الآية ليست محصورة بهذا المعنى هذا مصداق من المصادق ألا يقول أمير المؤمنين من أن جلوسي في المسجد أحب إلي من جلوسي في الجنة لماذا يا أمير المؤمنين لأن جلوسي في المسجد فيه رضا ربي وأما جلوسي في الجنة ففيه رضا نفسي وهنا يأتي الكلام نفسه بنفس هذا المذاق أيهما أفضل التمهيد للجنة أم التمهيد لإمام زماننا لجنتنا الحقيقية ما أنتم تقرؤون في مناجيات إمامنا السجاد التي علمنا إياها وقد قرأت ما قرأت عليكم في الحلقات الماضية من هذه المناجيات ماذا نقرأ في مناجات المريدين إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وَلَا تَقْطَعْنِي عَنْكَ وَلَا تُبْعِدْنِي مِنْكَ يَا نَعِيمِ وَجَنَّةِ هَذَا الْخِطَابُ نحن نوجهه لله عبر وجهه وجه الله هو إمام زماننا وَلَا تَقْطَعْنِي عَنْكَ في بداية الحلقة أنا ذكرت عبارة هذه العبارة اقتطعتها من زيارة الندبة التي وردت من الناحية المقدسة حين خاطبت بقية الله فقلت يا بقية الله أغثني أغنني أدنني أدركني صلني بك ولا تقطعني هذه العبارة نصا أخذتها من زيارة الندبة أحفظها من هذه الزيارة الشريفة أغثني أغنني أدنني أدركني صلني بك ولا تقطعني المضامين هي هي في مناجات المريدين ولا تقطعني عنك ولا تبعدني منك يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي فأي تمهيد أقرب إلى قلوبنا إذا كانت قلوبنا مع إمام زماننا أن نمهد للجنة أو أن نمهد كي نكون في مقام الخدمة والطاعة والعبودية لإمام زماننا وهذا سيقودنا إلى الجنة وإلى جواره أيضا فأقم يا أيها الشيعي إنني لا أخاطب البتريين أخاطب الزهرائيين فأقم 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 وجهك للدين القيم إنه دين القيم هي التي جعلته دينا قيمة فأقم فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم إنها أيام الله لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره إنه الكفر ببيعة الغدير ونبذوا ونبذوا إنهم مراجع الشيعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم كما يصفهم إمام زماننا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون من كفر فعليه كفره ولذا سيخرجون إلى قتال إمام زماننا ومن عمل صالحا مثل ما جاء في سورة العاصر ومثل ما جاء في آخر آية من سورة آل عمران ومثل ما جاء في الآية الثامنة والخمسين بعد المئة من سورة الأنعام مرت الآيات ولا مجال لإعادة ذكرها ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون لماذا؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله الذين ذكروا في سورة العاصر ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين الكافرون الذين ذكروا في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة إنها آية الغدير وهؤلاء أشد الكفار في القرآن سأقرأ الآيات بنحو سريع أتمنى أن تتذكر المعاني التي أشرت إليها فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين نذهب إلى فاصل عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقة صلوات الله عليه ألزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب فأول أرض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات راية الأصحر وراية الأبقع وراية السفياني وفي سورة الزمر في الآية الخامسة والخمسين بعد البسملة وما بعدها واتبعوا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتتان وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ما هو أحسن ما أنزل إلينا بيعة الغدير وبيعة الغدير تعني معرفة الإمام ولهذا إمامنا الباقر يقول لزرارة ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته هذا هو أحسن ما أنزل إلينا في رواياتنا أن صيغة التشهد وأن صيغة التسليم في الصلاة ليست موقتة وإنما نقول فيها أحسن ما علمنا أحسن ما علمنا ذكر علي هذا هو أحسن ما علمنا ذكر علي رمز يشير إلى بيعة الغدير ولذا فإن إنكارها يؤدي إلى أكفر الكفر لماذا؟ لأنها هي أعلى العناوين في القرآن وذكر علي عنوان لها وفي رواياتنا من أن التشهد ليس موقتا ليس محدودا وأن يقول الإنسان فيه في صلاته بعنوان الوجوب بعنوان الوجوب بأحسن ما علم أحسن ما علمنا ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه على أي حال أعود إلى سورة الزمر إنما أقول هذه الكلمات لأنني في ليلة ميلاد الزهراء وهذه الكلمات تفرح فاطمة أنا على يقين ولا أقول هذا الكلام اعتباطا أنا على يقين أن هذه الكلمات تفرح فاطمة واتبعوا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتتا وأنتم لا تشعرون أيام الله هي رحمة لأوليائه وهي عذاب وغضب على أعدائه واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون إذا ما ذهبنا إلى سورة الزخرف وإلى الآية السادسة والستين بعد البسملة هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هل هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ماذا يقول أئمتنا في تفسير هذه الآية أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث النجفي الاسترابادي شرف الدين الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة خمسمية واحد وسبعين إنه الحديث السادس والأربعون بسنده عن زرارة عن زرارة ابن أعين وفي قراءة أعين عن زرارة ابن أعين قال سألت أبا جعفر سأل إمامنا الباقرة عن قول الله عز وجل هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فماذا قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال هي ساعة القائم تأتيهم بغتة فهذه الآية تتحدث عن القائم صلوات الله وسلامه عليه إنها الآية السادسة والستون بعد البسملة من سورة الزخرف هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هذا المضمون هو هو في الآية الخامسة والخمسين بعد البسملة من سورة الزمر واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون فماذا يكون أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله جنب الله هو الإمام بحسب تأويلهم لقرآنهم أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله فهو وجه الله وهو يد الله وهو عين الله وهو لسان الله وهو جنب الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخري حينما تضحكون على أنفسكم بأحاديث النواصب هذه يا أيها الشيعة من أن الناس يشربون حب إمام زماننا فلا حاجة للتمهيد ولا حاجة للتعجيل إنكم تسخرون بإمام زمانكم وتسخرون بأنفسكم وتسخرون بعقولكم وإن كانت عقولكم مسخرة العقل البتري الذي تعلمتموه وأنشأه لكم بترية النجف وكربلاء من مراجع الضلالة والسفاهة والقباحة عقل مسخرة يسخر منه ويضحك عليه إنها النكراء إنه عقل معاوية وما محاوية إلا كلبة عوت هذا هو معنى كلمة معاوية معاوية اسم لكلبة عوت فاستعوت الكلاب لماذا؟ لأنها تريد من الكلاب أن يأتوا كي يطأوها كي يجامعوها الكلبة حينما تهيج شهوتها فإنها تعوي وتستعوي الكلاب كي تأتي وراءها صف من الكلاب كلب بعد كلب يواقعها معاوية هذه الكلمة أصلها أم معاوية أم وعاوية والعاوية هي الكلبة وتخفف فتكون معاوية هذا المعنى اللغوي للكلمة في أصلها على أي حال ذكرته للفائدة فإن النكراء هي عقله وهي هي عقل مراجعكم في النجف وكربلا إنها الشيطانة وأنتم كذلك عقلكم من عقلهم عقولكم من عقولهم أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخري نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه إنما يعبد الله من يعرف الله فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا قلت جعلت في داك فما معرفة الله قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاته علي صلوات الله عليه والإتمام والإتمام وبأئمة الهدى صلوات الله صلوات الله عليهم والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله عز وجل أعتقد أن الآيات كانت واضحة وواضحة جدا في موضوع التمهيد والتعجيل في خدمة مشروع إمام زماننا وهذا هو مضمون كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركته لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي ما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب وبخط إمام زماننا صلوات الله عليه أقرأ عليكم من المصدر الأصل لهذا التوقيع من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة أتحدث عن كمال الدين وتمام النعمة صفحة 512 إمامنا هكذا قال لنا وقد بينت ذلك لكم لكن المقام يقتضي أن أذكركم به إمام زماننا هكذا أمرنا وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج الإمام يطالبنا بالعمل الكثير حينما يطالبنا بالإكثار من الدعاء بتعجيل الفرج إنه يطالبنا بالإكثار من العمل في تعجيل الفرج ولتعجيل الفرج لأن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتار ولا بد أن يكون العمل من سنخ الدعاء من نفس مضمون الدعاء لن أذهب بعيدا بكم سأقرأ عليكم ما جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذار أقرأ عليكم من الجزء الرابع والسبعين من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذار يا أبا ذار يا أبا ذار يكفي من الدعاء مع البر مع البر مع العمل الصالح وأي عمل صالح أعظم من خدمة إمام زماننا كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه لو أدركته لو أدركته لخدمته أيام حياتي هنيعا لنا إذا ما استطعنا أن نخدم إمام زماننا ولو لدقائق ولو لدقائق هنيعا لنا يا أبا ذار يا أبا ذار يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح المطلوب العمل وليس الدعاء الدعاء مهم ولكن الدعاء النافع أن يكون مع العمل الكثير فما بالكم إذا كان إمام زماننا يطالبنا بالدعاء الكثير إنه يطالبنا بعمل هائل جدا هذا هو منطقه وهذه ثقافتهم هذه معارض كلامهم عرفتم الآن ماذا أقصد حينما أتحدث عن معارض الكلام هم يقولون من أن الرجل لن يصبح فقيها حتى يعرف معارض كلامنا لا تكون فقهاء حتى تعرف معارض كلامنا وإذا ما عرفنا معارض كلامه عرفنا أحاديث النواصب وعرفنا قذارات النواصب فنقينا عقولنا ونظفنا كتبنا ومن هنا ومن هنا طرحت ومنذ سنين مشروع كلامكم نور لإيجاد نوات مكتبة شيعية نحاول أن نجعلها نظيفة من قذارات النواصب نواصب سقيفة بني ساعدة ونواصب سقيفة بني نجف وهم ألعن 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 وأضر أضر من نواصب سقيفة بني ساعدة مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا أبا ذر يا أبا ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح الطعام كثير ويحتاج إلى ملح قليل العمل الكثير يحتاج إلى دعاء قليل فإذا كان الدعاء بأمر الإمام أن يكون كثيرا هذا يعني أن العمل لا بد أن يكون مضاعفا وهذا ما قاله إمامنا الصادق من أنه سوف ينفق كل ثانية من عمره في هذا العمل في خدمة صاحب الأمر لو أدركته لخدمته أيام حياتي أتلومونني بعد ذلك أتلومونني أتلومني أتلومني ذكلتك أمك في خدمة ابن البتولي أتلومني 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 ثكلتك أمك في خدمة بقية الله في خدمة ابن البتولي أتلومني ثكلتك أمك ذق ما أذوق ذق ما أذوق ذق ما أذوق ذق ما أذوق من نعيم ومن رحمة ذق ما أذوق وبعده قل ما احتشاء من الفضول من فضولك البتري من قذارات مراجعك الوسخين البتريين من مراجع حوزة الطوسي في النجف و كربلاء من قذارات خطباء المنبر الحمير وبعد ذلك قل ما تشاء من الفضول أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بن البتولي ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول يا أبا ذار يا أبا ذار وصية رسول الله يا أبا ذار يا أبا ذار يكفي يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح يا أبا ذار يا أبا ذار مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتار ما أحدثكم به من أحاديث ليس مني كل شيء طرحته لكم من عمق ثقافتهم لكنني لا أستطيع في كل وقت أن أسرد لكم الأحاديث وأن أجلب لكم المصادر وأن أضع كل التفاصيل على الطاولة بين أيديكم من أين أهتي بهذا الوقت وأنا أتحدث عن موضوع معين فأكون مضطرا أن أعبر عن مضامين أحاديثهم بجمل قصيرة مختصرة من إنشاء وتعبير لكنها في مضمونها وحقيقتها هي منهم صلوات الله عليهم ماذا يقول إمام زماننا وأكثر 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 الدعاء بتعجيل الفراج الإمام يأمرنا إنه لا يأمرنا بالدعاء يأمرنا بالعمل يأمرنا بالدعاء وبالدعاء الكثير يقابله ماذا يقابله عمل كثير وكثير وكثير لابد أن يكون أكثر من الدعاء وبكثير مثل ما يقول رسول الله في وصيته لأبي ذر يا أبا ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح يا أبا ذر مثل الذي يدعو بغير عمال كمثل الذي يرمي بغير وتار فهل أن إمام زماننا حين يأمرنا أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفراج أن يثقفنا على ثقافة تخالف ثقافة رسول الله صلى الله عليه وآله التي يريدها من أبي ذار ماذا تقولون أنتم العقول التي لا تسعى في ليلها ونهارها والقلوب التي لا تسعى في ليلها ونهارها والأجسام التي لا تسعى في ليلها ونهارها في خدمة إمام زمانها هي خائبة أنا أخاطب 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 الشيعة المتدينين بدين محمد وآل محمد لا بدين مراجع حوزة النجف وكربلة أخاطب الشيعة المتدينين بدين محمد وآل محمد بدين الحجة بن الحسن لا بدين السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصادر والوائلي وإسحاق الفياض والإيرواني وكمال الحيدري وأمثال هؤلاء أنا أخاطب المتدينين بدين محمد وآل محمد بدين الحجة بن الحسن بدين ثقافته هي هذه أصوله قواعده هي هذه التي أتحدث عنها أخاطبهم فقط وأقول لهم إذا كنتم منتظرين لإمام زمانكم فبرنامج العمل هو هذا وهذه الحقائق بين أيديكم ماذا نقرأ أيضا في المصدر نفسه أذكركم بهذه الرواية التي أرددها دائما حديث إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه الذي نقله لنا أبو خالد الكابلي يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف هم لا يقاتلون بالسيف وإنما جعلوا بهذه المنزلة إمام زمانهم جعلهم بهذه المنزلة أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا هؤلاء يصفون بكل هذه الأوصاف من دون عمل ما تقولون أنتم؟ أنا لا أريد أن أشرح الرواية شرحتها كثيرا وأحتاج إلى وقت طويل لشرحها ووقت الحلقة صار طويلا وممتدا أنا أقول فقط الذين يصفون بهذه الأوصاف هؤلاء بلا عمل من دون تمهيد من دون تعجيل من دون جهاد في خدمة إمام زمانهم ويصفون هكذا يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا الدعوة إلى دين الله الحقيقي سرا وجهرا تحتاج إلى الكثير من التضحية بالأموال وبالأرواح وبالسمعة وبالصحة وبالأهل وبالوقت وبكل شيء فهل التمهيد إلا هذا وهل التعجيل إلا هذا وقت الحلقة صار طويلا هناك نصوص أخرى سأطوي كشحا عنها كان في نية أن أقرأها عليكم لكنني أكتفي بما شرحت وبينت آيات القرآن واضحة آيات القرآن صريحة أعتقد أن صورة باتت جلية واضحة وثبت أن هذا الحديث الذي قرأته في أول الحلقة لا علاقة له بمحمد وأهل محمد بهذه الطريقة أنا أتعامل مع أحاديث أهل البيت وهذه الطريقة تعلمتها منهم تعلمتها من مواثيق بيعة الغدير هذه هي بيعة الغدير وهذا هو العمل والفكر والعلم والاعتقاد بمواثيق بيعة الغدير